كلم الحقيقة كثير في البرنامج ده عن أهمية وجود يعني حصص للرسم والموسيقى والتربية الرياضية إلى أخيره في المدارس ده شيء مهم جدا أن مدرسة ليست فقط كتاب الحقيقة طبعا بعد كده اخترتي معهد السينما واخترتي قسم المونتاج على سبيل التحديد أنا الأول كنت مختارة قسم الإخراج اخترتي إخراج وغيرتي؟ لا أنا كنت عايزة أخش إخراج بعدين؟ وقررت أن أنا أخش إخراج وبعدين بابا لأنه الحقيقة كان لوت أسير كبير قوي في حياتي قالت أنت حرة طبعا تختاري أخراج اختنعت بكلامه ودخلت مونتاج وكان فيه طبعا أسماء كبرى في عالم المونتاج في مصر طبعا ما أقول لحد ديك من اللي المتحني يعني اللي كان حيمتحني في المتحلق أقول بس السافر أستاذ صالحة أبو سيفي اللي درستي أستاذ سعيد الشيخ أهم حد علمني وأصر فيه وعلمني كل المبادئ والقواعد الأساسية للمونتاج أستاذ سعيد الشيخ لأنه مش أي حد عنده قدرة على إيصال المعلومة طبعا ومش أي حد عنده حتة أنه ما يبخلش على التلامزة بمعلوماته فيه ناس بيبقى عندها بخلف أنها تدي ويقول لك الحتة دي والحقيقة ده شيء الحقيقة بنستنكره تماما هو فكرة أنه عنده معلومة ويقول لك لا أنا مش هديها لأي حد أنا هدي له نص المعلومة لأنه هو ليه عرف أكتر منه طب كان فيه في عالم المونتاج برضو أسماء كبرى لسيدات مثلا زي رشيد عبد السلام مسلا طبعا الله يرحمه بسا ما كانتش بتدرس في المعهد أستاذ نادي شكري ما كانتش بتدرس معهد بس الأستاذ نادي الشكر هي لأنا تدربت معها واشتغلت معها وإسمي نزل على تيترات الأفلام معيها طب ممتاز إنما الأستاذ رحمه منتصر كانت أستاذة عندنا في المعهد ودكتورة سلوا بكير برضو كانت معينا في المعهد أستاذ ذاتنا أستاذ عادل مونيرة الله يرحمه وأستاذ كامال أبو العلا الله يرحمه. أهمية دور المونتاج في إنجاز الفيلم السينما إنه السينما لم تصبح فنا إلا لما بدأنا نحكي باللقطات. يعني إيه بدأنا نحكي باللقطات؟ يعني بقى في منتاج. قبل كده كتاهي أي حاجة تانية. أنت عندك عروسة خشب أنت عملالها قدين ورجلين وعنين وشفايف وكل حاجة. لكن ما دي تلهاش الروح. الروح للعمل الفني هو المونتاج بالزبط. فهو البناء الأساسي للمونتاج. والمنتير لازم يكون ملما بكافة العناصر. يعني مدرك أهمية السيناريو. ووعي للسيناريو. ووعي للتتابع اللي خاص بالإخراج والديكوباج. عشان كده حتى إحنا الطلابتنا دايما نقول لهم انزلوا. ساعدوا في الإخراج لأن ده شيء مهم جدا.